اشتركوا في القناة كشف رئيس الدار الأوبرا المصرية عن بدء محاولات لإقناع الوسوف بالمشاركة بالنسخ الجاية من المهرجان الموسيقى العربية وأضاف أنه قدرت المهرجان فتحت باب التفاوض مع أغلب النجوم الغناء العربي من بينهم صبر الرباعي والجسار عاصي الحلاني ولكن ما تم توقيع قود لهي اللحظة وأكدوا على تمنيهم وجود جورج والسوف ولكن العائق الوحيد عم بيكون هو ظروفه الصحية الصعبة عمرو مصطفى أنا الأحق بلقب صوت مصر تقد الفنان والملحن عمرو مصطفى صرع النجمات أنغام شيرين عبدالوهاب وكايرمن سليمان على لقب صوت مصر وأكد أنه اللقب لازم يروح لصاحب أهم الإنجازات لصالح الوطن العربي وهو يلي بيخليشي محسوم بأنه هو من أكتر الناس تأثيراً بالجمهور المصري وطلب بأنه يعملوا استفتاء ويسألوا الناس عن لقب صوت مصر بالغناء قبل ما ينسبوا هذا اللقب الهون وكتب ببوست وقال صوت مصر هو عدد من قدموا الفنان بمصر من زمان كانوا أصوات مصر هنون إم كالتوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت بالشعب من بعدها عبد الحليم حافظ والفنانة شادية ولو عايزين الحقيقة فأنا هو صوت مصر نجوم حفل ليلة الدموع الترين ما قبل الحفل تفعل عدد من نجوم حفل ليلة الدموع مع الفكرة الغير مسبوقة بمجال الحفلات الغنائية ورغم الطابع الرومانسي الحزين للحفل فإنه تعليقات الفنان أحمد سعد والفنان هيسم شاكر وتامر عاشور إجت أغلبها بطريقة مضحكة من لما توعدوا لجمهور بحفل سمو بليلة النكد ونصح حيسم الجمهور بالاحتفاظ بكمية من المحارم لتجفيف الدموع أما أحمد سعد فعد الكلمات غنيته الشهيرة إيه اليوم الحلوي ده لتناسب الأجواء الحزينة وعلق إيه اليوم الغم وإيه الناس الحزينة دعولنا إن شاء الله نقدر النكد عليكم وتروحوا زعلانين بحفل ليلة الدموع على مسترح بنش مارك المقرر عرضه بـ 24-8 يلي هو بصادف اليوم بليلة الدموع ولهون بتكون خلصة أخباري بتمنى لكم ميكان زريف تقضوا مع عيلكم وأصحابكن تشوفكن أنا إن شاء الله بيوم وحلقة جديدة حاملة معها آخر وأهم الأخبار على الساحة الفنية وكتشي تريندات تصدرت السوشيال ميديا بالـ 24 ساعة الماضية ومن هون لوقتها تبو بألف خير موسيقى